نحن لازم نتكلم عن فاينال فانتيزي سكستين لأنه هاللعبي لو بدي صنف لك ياها بتصنيف فرح قولك إنها مخادعة بسهولة بتخدعك بافتتاحيتها اللي هي نفسه جزئية الديمو واللي بتوحيي لك إنها أفضل لعبي بالسنة تقديم رائع للشخصيات والعالم تسارع خرافي للأحداث وتسلسلاتها قتالات ملحمية سينمائية رائعة تشعر وكأنها ليست إلا افتتاح لتحفة فنية ثم سرعان ما تبدأ اللعبة تأخذ منحدر عنيف بيجعلها إحدى أكثر الألعاب المحبطة في هذا العام رح نحكي أكثر عن فاينال فانتيزي سكستين بهذا الفيديو لكن أولا بديك تزبطني بزر اللايك والاشتراك بالقناة ويلا نبدأ فاينال فانتيزي سكستين هي لعبة مغامرات أكشن هاكن سلاش قد توصف بإنها لعبة جيدة لكن مشكلة الرئيسية هو إنها صممت بأسوأ طريقة ممكنة وبأكثر الطرق الكسولة اللي ممكن تتخيل بحياتك فمع كل شغلي صحيحة عم يساووها بيكون في مقابلها أكثر من قرار تصميمة كارثة بيدبحها فالقصة مثلا صحيح إنها حلوة ومثيرة للاهتمام شخصياتها شدونة كتير كلايف مثلا بطلنا والصراع النفس اللي عم يعيش فيه كتير تفهمته وحبيت الطريقة اللي جسدوها فيها أو الصراع الأعظم للعبة ككل اللي مليان رسائل مخفية وتجسيد لعدة أمور الجو العام هيك بتحسوا كأنه Game of Thrones بيطابع غربي اللعبة كبرى أصلا بتحسها غربية بلمسة يابانية سينمائية جدا مليانة مشاهد إخراجة جبار بس يا خيه قديش انشطت وانمطعت بأسلوب سرد ممل جدا التمطيط مزعج أخذ القصة اللي كان ممكن تخلص بـ 15 ساعة وشط ومط فيها إلى 40 ساعة على حساب اندماجي مع القصة فبعد ما شدتني بشكل جنوني بأول خمس ساعات صرت شيئا فشيئا أفقد الاهتمام فيها بسبب الحشو المبالغ فيه والمنفر جدا يا خلمشكلي انه عمر القصة مناسب يعني ما في داعا للتمطيط 15 ساعة بتكفي وزيادة للعبي من هالتصنيف لك وياريت هالتنطيط كان على حساب مهام حلوة بل لعبتنا فيه كويست ديزاين أرخص من أرخص كويست ديزاين بتشوفه بحياتك تصميم المهام جدا كسول وممل مش بس ما فيه ابتكار بل تشعر انه راجع بالزمن 20 سنة لورا المراحل المعظمة ماشي على نسق روح من هون لهون وقاتل الأعداء ثم من هون لهون وقاتل الأعداء اللي بعدون وهكذا لحد ما توصل لهدفك كل العقبات اللي راح تواجهها بفانيل فانتيزي 16 عبارة عن قاتل الأعداء بس ما فيه أي شي تاني والموضوع جدا مستفز يا جماعة لدرجة انه بكتير مراحل بسهولة فينك تلاحظ قديش الموضوع عم يتكرر بشكل مضحك كأنهن عم يضحكوا على مخك لك فيه مرحلة كان فيه أبواب أوكي بتدخل من كل باب وبتقاتل مجموعة من الأعداء كل باب بتدخل فيه حرفيا نسخة طبق الأصل عن الباب اللي قبله نفس تصميم المكان نسخ لصق والأعداء اللي بتواجهه نسخة طبق الأصل عن اللي قبلهن الفرق انه عددهم عم يزيد مع كل قتال يعني باختصار هني عملوا كوبي بيست للقتال أكتر من مرة بس مشان يزودوا عمر القصة الموضوع كرهني كتير بالمراحل صرت حس حالي حمار يا أخي أنا ليش عم بدخل بهالكم الهائل من القتالات ولا عندك النوع الثاني من المراحل تبع روح كلم فلان وعطيه هذا الغرض وين فلان؟ جنبك بليكو بتروح وتعطي الغرض بيقول بقولك أوه روح كلم اللي عطاك الغرض وقوله شكرا يا عم أنا شغال مرسول غرام عند أمك لك بتحسوا نعم يستخفوا بعقل اللاعب مو معقول عاطيني ابن الملك لحتى ألعب فيه وعنده قوة خارقة وعنده هدف للانتقام وآخر تتشغل يا موصل طلبات ولا مرسال غرام مرحلة أخرى كان المطلوب مني انتقل من نقطة ألف إلى نقطة باق هلأ نقطة باق فيه كتير أمور ساوية يعني مش بس انتقال من مكان لمكان لا 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 النقطة باق فيه شي فيه هدف قصصي تمام؟ بس لأ شلون؟ شلون نخلي اللاعب يروح من هون لهون هيك عادة بدون ما نحط له شي لازم نتحشلوا بالنص مهمتين هيك ما لهم أي داعب بشخصيات بيقابلهم ما لأي فائدة بالحياة بشغلات بساوية ما منا أي قيمة والمهمتين هدول عبارة عن اضغط زر هون بعدين روح قاتل الأعداء بعدين ارجع حكي الشخصي اللي حكيت أول شي وقلها تم ليش هيك المراحل؟ ليش المراحل بتوحي على أنه مصممينها بس مشان يزيدوا عمر القصة فقط مو مشان يعطوك شغلي عن جد ممتعة كل المراحل تتفق بنفس السلبية أنه كلها بده تشط وتمط ليش عم عيد نفس سيناريو القتال خمس مرات؟ يا أخي مرة وحدة بتكفي ليش بدي روح احكي مع 40 شخصية ووصل بيناتهم طلبات ما يوصلوا لبعضوا انتهينا هذا غير أنه مليان مراحل آخذي طابع جانبي مع الرغم أنه هي أساسية بالقصة ما فيه أي شي بيخدم القصة بأي شكل من الأشكال موجودة حشو فقط مش أكتر كل هالأمور أثرت على القصة اللي عموما كانت جيدة حتى محاولاتنا الكوميدية لطيفة بصراحة عكس المتوسط الياباني الكرنجي من هالناحية بس يا رجل التمطيط والحشو وطريقة تصميم المهام دبحت كل أمل للقصة والاهتمامة فيها نفس الكلام بيروح للجيم بلاي نظام القتال أكشناوي بيعتمد على الاندفاع ما بيعترف أبدا بالتراجع التكتيكة أو التصدي أو أسلوب الأر بي جي لا 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 بدي إياك تهجم مثل المجنون وما أتخلي حدا بحاله أسلوب القتال جميل عموما لعله انظلم بالعروض لأنه جد من النوعية اللي إذا بتشوفها بتحسها خايسة لكن لما بتلعبها التجربة أمتع بمليون مرة مسلة وفيه كمية أكشن مرتبة بسيط بأساساته بالكمبوات اللي بتعملها لكنه مسلة بصراحة عيوبه؟ آه من عيوبه أولا السهولة المطلقة فاينل فانتيزي سكستين هي أسهل لعبي لعبتها بحياتي فيها صعوبتين واحدة اسمها التركيز على القصة هاي صايرة مثل الإيزي يعني وواحدة اسمها التركيز على الحركة والمعارك هاي صايرة مثل الصعوبة المتوسطة اخترت الصعوبة التاني تبعت الحركة والمعارك وبدون مبالغة يا جماعة الصعوبة التانية مو بس سهلية إلا لو بدى صننف لك ياها فنحنا بالطبيعي شو عنا؟ عنا إيزي مديم هارد صاح؟ هاي مو إيزي ولا فيري إيزي هاي v pity سوبر إكستريملي ريدكلسلي إيزي سهولة اللعب المبالغ فيها خلت حتى مزايا اللعب يصير ما لأي لزمة أو ما فيه إحساس بالمتعة اللي ما فيه إحساس بالمتعة مثل تنوع الأعداء نعم اللعبة حقيقة فيه تنوعه كتير طيب بالأعداء وكل فترة هيك بتتعرف على نوعية جديدة من الأعداء بحركات مختلفة بس يا أخي كل الأعداء بينهزموا بنفس الطريقة تماما يعني ما فيه عدو محصن ضد نوعية معينة من الضربات مثلا لا 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 كل الأعداء بينهزموا بنفس الطريقة هذا العدو مصنوع من نار منطقيا بتتوقع أنه النيران لو استخدمت ضده ما رح تأثر فيه صح؟ لا عادي جدا النيران بتصيبوا لأنه مصممين اللعب حافظين مش فاهمين كل الأعداء بينهزموا بأي نوع من أنواع الضربات مما يعدم أهمية تنوع الحركات كل الأعداء تقريبا إلو نفس عداد الدم إلا لو كانوا مني بوسز أو بيك بوسز وأما اللي ملهاش لازمة هي التنوع باللعب مثل ما ذكرت قبل شوي أنا صرت أتساءل بكل قتال شو الفائدي من التنوع بأساليب اللعب؟ ليش بدي أعمل كومبو؟ ليش بدي أستخدم قدرات وأعمل وساوي؟ وأنا حرفيا حتى نص دمي بالقتال ما عم ينقص يا أخوان اللعبة سهلة لدرجة أني ما مدت ولا مرة يا جماعة اللعبة فيها نوعين من الجرعات الشفائية وحدة عادية وحدة كبيرة أنا ما استخدمت الكبيرة ولا مرة اللعبة سهلة لدرجة السخافة الموضوع مضحك والله بيجيك بوس هيكي ضخم مرعب ساحته كبيري لما بيدخول بتشتغل معه موسيقى طم 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 وآخرت لك ضربي وحدي ما بيضربني من تفاهة اللعبة صرت أتحدى نفسي قول إنه أوكي الآن لو أكلت ضربي من الزعيم فهايتعتبر خسارة ولازم قوم أعمل تمرين ضغط عشر مرات طبعا لازم أعمل لنفسي تحدي لأنه اللعبة مش عم تعطيني هالشيء أبدا هذا غير التكرار الفضيع كل ما أطلع من قتال بفوت على قتال تاني بنسخة كربونية منه أنا ممكن أتفهم هيك تكرار قاتل بلعبي مثل Final Fantasy 7 لأنه كانت RPG بس بفاينل فانتيزي 16 ليش؟ الكمبانيينز ما بتقدر تعطيهم أوامر إلا للكلب واللي فائتتوا مثل فائتت اللون الأبيض بعلبة التلوين شو هالقرارات الكارثية يا أخي لك حتى أحلى شي بها اللعبي اتدمر بسبب القرارات اللي تبعتوه الكاميرا تحككما سيئ إذا ما عملت لك على الأعداء بتكون الرؤية سيئة وإذا عملت لك بتصير أسوأ اللعبة فيها نظام إضافات بتحطها لشخصيتك مشان تحسن اللعب مثل الخواتم مثلا واللي أحسن وصف فينا أصفة إياه هو إنه مضروبة مو معقول إنه عنصر اللعب الوحيد بلعبتك هو القتالات وبتروح بتحط اللي خاتم بيخلي الشخصية تعمل كومبو مثالي لحالة بمجرد أني إضغط مربع وخاتم تاني بيخلي الشخصية تراوغ أي ضربي بشكل مثالي من تلقاء نفسها بدون أي تدخل مني وكلهم بينفتحوا من أول ديقتين لعب لا يا رجل لك مين صمم هاللعبي هاي فهموني مو معقول الغباء يا أخي قلنا غباء مصمم بس لهالدرجة هو فيه كده مع السهولة المطلقة والخواتم الكتير يا رجل حسيت كأنه اللعبة باقي شوي وبتقول لي تعال إلعب بدالك حتى القتالات مع الأعداء الكبار اللي المفروض إنه هي الإبك يعني بتاخد وقت كتير طويل نفس سيناريو القتال بيتكرر مع كل عدو كبير أضرب 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 لحد ما يترنح بعدين أضرب 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 لحتى يتدمج أثناء اترنح ثم عيد الكرة مرتين أو ثلاث مرات لحد ما يموت حرفيا كل الأعداء الكبار سواء بوسز أو ميني بوسز هاي طريقة قتالهم طيب شو الحركات اللي بيعملوها الزعماء أو الميني بوسز ما بتفرق لأنك رح تهزمهم قبل ما أصلا تعرف شو عم يعملوا حركات الكون طالع من مكان ويجوني مجموعة أعداء وعم يهايطوا هيكي Stop! Don't move! مدر إيش! سحبوا السيوف! ومدر إيش! آخرتها يا رجال قتلت أبو أمهم بدون ما يلمسوني ولا لمسي وعاد أحلى إحساس بالألعاب هو لما بترفع لفل صح؟ لا بفاينل فانتيزي 16 أسوأ لحظة بحياتك عزيزي المتابع لما بترفع لفل بتطلع لك هيكي الشاشة القبيحة بوجهك بتفرجيك العدادات اللي عم تزيد اللي هي كلها عم تزيد يعني وبتوقف لك اللعب بالكامل وعاد أحلى كومبو بيجي لما بيجي بعدها مباشرة شاشة إنهاء القتال بتطلع لك هيكي بتعلق بوجهك نص دقيقة لحتى تقول لك أوه مبروك خلصت القتال وبتطالع لك المكافآت اللي انتي أصلا ما بتعرف شو هاي ولا بتعرف شو استخداماتها بس أوه أخدت مكافأة نفس إحساس الإحباط تماما بيروح للغرافيكس فع الرغم إنه جودة الرسومات بالمشاهد السينمائية رائعة والأسلوب الفني برسم الشخصيات جدا رائع لكن جودة اللعبة البصرية نفسها ضعيفة بس بتعرفوني أنا ما كتير بيهتم بجودة الغرافيكس بقدر ما بهتم بالتوجه الفني والأداء التقني وبحب أكد لك إنه الاثنين زي الخرق اللمسي الفني بفاينال فانتزي سكستين فقيرة يسهل ملاحظة قبح اللعبة بصريا وكيف إنه ما فيه أي نوع من أنواع الفن برسمها ما بتحس إنه ورا هذا المنظر البصري فيه فنان كان قاعد وعم يرسم هدا غير الأداء التقني المتعب وضع الأداء ما بيعطي 60 فريم ولا حد تقريب منه قلت أوكي معادي ممكن اللعبة بتفضل مودة دقة حتى مودة دقة ما بيعطي 30 فريم ثابتي كله عم يهبط وكله عم يشكل تجربة تقنية متعبة بصريا ما بين قباحة اللعبة نفسها ومشاكل الإطارات المزعجة جدا وموضوع ضعف الأداء التقني هذا غريب بصراحة لأنه اللعبة مش عالم مفتوح أصلا وهاي حكاية تانية يعني كل النقاط اللي حكيت عمنا قبل شوي كان فيها جانب مشرق صاح وفيها عدة جوانب مظلمة لا العالم ما فيه ولا جانب مشرق اللعبة خطية كتير يعني too much خطية بس بنفس الوقت عم تعمل عالم مفتوح أو شبه مفتوح وبنفس الوقت فيه هيك محدودية كتير كبيرة ما بعرف كيف وصف لك بس تجربة التجول بالعالم هي أسوأ تجربة بالدنيا أنا ما بعرف كيف المطورين قدروا يدمجوا كل سلبيات الألعاب الخطية مع كل سلبيات ألعاب العالم المفتوح وألعاب العالم شبه المفتوح مع بعض ويحطوهن بفاينل فانتازي سكستين بعيدا عن إنو كلايف حركته أتقل من شايب عمره 80 سنة لك لا بيرقود ولا بيتحرك بسرعة أو لا بالأحرى بيرقود بس لما بيكون حاسس هيك عرفت ليه؟ يعني لما بيكون بالمود بيرقود بس إذا مو بالمود ما بيرقود مليان محدودية بطريقة حركتك شيء مثل اللي كان موجود بألعاب جيل بلاي ستيشن 3 عالم ميت وسطحي ما فيه أي قيمة تحركاتك فيه محدودة جدا على دوائر وخطوط معينة إذا بديت قتال لازم تخلصه ما فينك تهرب إذا قبلت كويست وحطيته أولوية بتضل زقاني بخلقتك بالشاشي ما فينك تشيله إلا لما تخلصها وكمية المحدودية مو طبيعية بتخلي الحركة مزعجة وعاد إذا بلشت تستثمر وقتك بالمراحل الجانبية فاعلم إنو أمك غضباني عليك السايد كويست ديزاين بهاللعبي هو أسوأ ما رأته عيناي مهام ما بتعرف شو بده بالحياة فلا هي اللي عم تساعدك بالتقدم لأنه اللعبي مش RPG أصلا ولا هي اللي فيه مكافآت واو لأنه كل المكافآت أصلا ما لقيمي ولا هي الممتعة يعني أنا كلايف روسفيلد فينيكس اوه 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 ايكون كينغ سترونغ اندبندننط دوويو دوويوي يونيورسال تشامبنن وآخرت المهام الجانبية روح وصل لي صحون لهالزباين لاهند جيب لي الخشبات باللا من الطرف الثاني يطيب في ذقبين هيك مزعجين على الطريق تقل لي ياهون خربيت المسخرة لكن لا مهام حلوي ولا الحوا أوو الحوارات وهوهو كاتب الحوارات هذا لازم شغله معي بالقناة لحتى يصير يكتب لي حوارات أبو عبدو وأبو حميد مستقبلا حتى نظام التقدم ما بتعرف شو بده كمية الأمور اللي موجودة بهاللعبي وملهاش لزمة لا تعد ولا تحصى أنا إلى يومك هذا ما نعرفان شو فائدة شرجة المهارات في عملي اسمها غيل مدريجيل مدريجيل المهم ما بتعرف شو فائدتها الاستكشاف ما له داعي لأنك شو ما لقيت بالاستكشاف صدقني ما رح يفيدك فحتى فكرة انك تتجول بالعالم شبه المفتوح عديمة القيمة تماما في كرافتينج ميتيريال شو فائدته ما بتعرف في واحد حداد على أساسها الهادب يعمل هيك أسلحة ومدريج ما عنده ولا سلحة مثل الخلق كل أسلحة اللي معي أقوى منه وفوق هيك متطلبات الأسلحة اللي عنده شغلات انت أول مرة بتشوفها هاي من وين دروح جيبها التطوير ما له داعي طورت عتادك أو ما طورته كل واحد لأنه اللعب كتير سهلي لأنه اللعب كتير سيئة بالتصميم لأنه اللعب مش عارفاني شو بدا أصلا اللعب فعلا بتعطي شعور إنه ما بتعرف شو بدا ما لهويه ما لشخصيه فلا هي لعب يابانيه ولا هي غربية لانا لعب خطيه ولانا عالم مفتوح لانا سينمائيه بحتي ومركزي فقط على السينمائيه ولانا لعبة اكشن مركزي على الجيم بلاي وحطته كأولويه طيب هل هي لعبة ار بي جي؟ لا طيب هل هي لعبة اكشن؟ لا طيب هل هي لعبة هاكن سلاش؟ لا طيب هل هي لعبة فيفا كرتقالة؟ ما بتعرف ما بتعرف شو هاد أنا ما بعرف إيمت آخر مرة إيجاني هالإحساس جزء جديد من سلسلة أسطورية فاقد الهوية بهالشكل اللعب يا جماعة ما لشخصية أبدا إن كان هدف فاينال فانتيزي سكستين هو نقل السلسلة إلى خطوة للأمام فنعم نجحت بإنه تخطو خطوة للأمام لكن رجعت عشرين خطوة للخلف فاينال فانتيزي سكستين هي أسوأ لعبة تصميماً لعبتها بالألفين وثلاثة وعشرين وهي أحد أسوأ الألعاب تصميماً على الإطلاق ولما بقول لك تصميم فحرفياً يندرج تحتها كل شيء له علاقة بالتصميم بدي أفهم مين صمم اللعبة هاي؟ وهل يعقل إنه اللي صمموها ما لاحظوا ولا شيء من السلبيات اللي ذكرتها؟ معقول ما حسوا إنه ولا شغلي من هالأشياء مش حلوة؟ ببساطة؟ الآن في عندي إخلاء مسؤولية جداً مهم لازم أعطيكم إياه بنهاية هالفيديو صحيح إنه لعبت فاينال فانتيزي لأكثر من ثلاثين ساعة لكني حقيقةً ما ختمت بوقت تسجيلي لهاي المراجعة اللي متابعني منيح بيعرف أني ما بحب قيم الألعاب تقييم نهائي وأنا مش خاتمة لأنني ما وصلت للنهاي فأكيد ما فيني أحكم علي حكم نهائي فلذلك فين الآن أقولك والله هي تقييمة لفاينال فانتيزي سكستين أربعة من عشرة؟ لكن الشيء هذا قد يتغير بالمراجعة النهائية والرأي النهائي سواء للأحسن أو للأسواق فلذلك رح امتنع عن تقييم اللعبة تقييم نهائي كوني ما ختمتها لحد الآن ورح اكتفي بالتقييم المبدئي وإلى ذلك الحين بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس واتابعوني على بقية مواقع التواصل الاجتماعي سلام عليكم